توم حلقتنا في دهنك المخادع، الدليل كما ذكر العزيز أبا الحكم، الدليل العلمي لآليات التفكير النقدي الفصل العشرين، الإنكار ورفض العلم والتاريخ، وأهلا وسهلاً قبل ما أدخل أريد أن أسلم على الجميع، طبعاً أهلا وسهلاً بجميع من جونا نعرف أن فيه كثير من البث قاعد يصير في أماكن ثانية. عموماً هل يبدأ في فصل العشرين الإنكار ورفض العلم والتاريخ يبدأ ستيفن نوفيلا بالتساؤل هل يوجد بين النظريات العلمية العامة والمرتكزة على إجماع المجتمع العلمي مما ترفضه أنت بالكامل؟ يعني عندك هناك تقريباً 40% إلى 50% من الأمريكان. طبعاً حسب كيفية عمل البحث يقولون أنهم لا يتفقون مع ما تم الإجماع عليه من قبل العلماء بأن الحياة على الأرض نتجت عن طريق عمليات تطورية عضوية. وهناك جماعات بالعالم طبعاً هذا قديم شوي لأن الكتاب قديم وهناك جماعات بالعالم يقولون بأن فيروس الـ HIV ليس هو من يسبب الأيدز أو متلازمة اكتساب خلل بالجهاز المناعي. وهناك من يقول بأن الأمصال ليس لها أي تأثير على منع الأبراض المعدية. وآخرين يكذبون من يقول بأن ملايين من اليهود تم ذبحهم أثناء الحرب العالمية الثانية من قبل النازية. أي أن يقولون الهولوكوست كذبة طبعاً كنا قبل شوية بالجسور وهم تكلموا عن هذا الشيء والكثير منهم من رجال الدين الذين يقررون ذلك. وهناك من ينكر وجود أمراض عقلية وهناك حتى من يقول بأن المكروبات ليس لها علاقة بالأمراض المعدية. وبالطبع فهناك الكثيرين أيضاً ممن يقوم بعمل حملات شعبية كبيرة لرفق فكرة أن البشر لهم علاقة في تغيير المناع. وكما هو الحال مع التفكير المؤامراتي اللي اضطرقنا له في المحاضرة السابقة فالإنكار هو جزء من العلم المزيف الذي يعتقد المؤلف بأنه يستحق أن نستفرد له ونعطيه بعض الخصوصية. لكن قبل ذلك دعونا ننوه بأن النتائج أو النظريات العلمية التقليدية لا تكون دائماً صحيحة 100% أو لا يعني ذلك أنها لا تخطأ أبداً بل على العكس فأحياناً يشوب الرأي الجمعي للعلماء بعض العيوب أو حتى لا يكون صحيح. ونحن حين نقول كلمة الإنكار أي دينايلزم يعني ذلك بأننا نحاول أن نساوي أخلاقياً بين كل أنواع الإنكارات وبصورة مطلقة. بل تعني تلك الأنواع من الرفق لعلم ما أو نظرية ما وإنكارها بحجاج غالباً ما تكون بينها أمور مشتركة من نفس نوعية المغالطات المنطقية والإنحيازات الإدراكية. وكما عملنا مع التفكير المؤامراتي سنقوم باختبار بعض الأمثلة المتطرفة من الإنكار لكي نلقي الضوء أو ننتبه على بعض الأنواع الخبيثة من الإنكار المزروعة فينا أي تلك التي تحدث عندنا باللاوعي. فماذا نعني بقول إنكار العلم أو بكلمة إنكار بصورة عامة والتي كل مالنا وتتزايد على ما سامعنا؟ مثل أي علم مزيف. الإنكار يبدأ أولاً بالرغبة للوصول إلى نتيجة معينة. يعني عندك مثلاً يادر قنيبي في سلسلة حلقاته عن التطور هذا المثال حي جداً. وممكن تشوفونا طبعاً أنا ما بيأسوي لدعاية بس هو عند الناس الكثيرين. هو يبدأ إلى من النتيجة المعينة التي يريد الحصول عليها. وبدلاً من البدء في بيان وتحليل المتناقضات التي يراها بالنظرية التي تم رفضها. فالناكر يقول بأن النظرية العلمية التي تم قبولها والإجماع عليها عموماً غير صحيحة. أو أن ذاك الإدعاء التاريخ الفلاني غير صحيح ومرفوض رفضاً بعداً. وغالباً ما يكون سبب رفضه أيديولوجي المنشئ. وبعد ذلك يقوم الناكر بتصميم حجة يشوبها المنطق المندفع. motivated reasoning ليبدأ بحثه بالتنطيب عما يضحض هذا الإدعاء. أو حتى لن يكلف نفسه ذلك ويستمر بإنكار أن يكون قد تم إثبات النظرية علمياً. وعليه فالناكر يعمل بالاتجاه المعاكس. ابتداء من النتيجة التي يرغب بها مع ملء الفراغات وأعطاء التبريرات بحجج مليئة بالمغالطات والانحيازات الإدراكية لكي يصل لما يعتقده بالأساس. بدلاً من اتباع المنطق السليم والبحث عن الأدلة والتحليق معها أينما تقوده. وهذه الطريقة في بناء الحجة تحمل بمحتوها نفس سمات العلم المزيف من الذي قمنا بالتطرق له بالسابق. ولهذا فالإنكار يعتبر نوع من أنواع التذكير العلمي المزيف. هنا يتوقف ستيفن نوفيلا ليقول لنا هذا I'm quoting him exactly أو قاعد أخذ مننا كلامة بالضبط. قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتوقف لبرها في هذا الكورس لكي ألفت الانتباه بأن الكثير من المواضيع التي سأتطرق لها من الآن وصاعداً قد تكون أيديولوجية وعاطفية بصورة كبيرة. فمن الصعوبة بمكان أن نغطي موضوع التفكير النقدي وبالخصوص فيما يخص الإنكار دون أن نتحدى أحياناً الاعتقادات الراسخة أو العاطفية للبعض. فأنا كما يقول نوفيلا أتوقع بأنك ستتفق معي على موضوع ما لكن لن تتفق على موضوع آخر. يعني ممكن تكون حساس تجاه هذا الموضوع. فأنا يكمل نوفيلا في الواقع أقوم باختيار المواضيع بصورة مقصودة لعلمي المسبق بأنها تحريضية وجدلية. وهذا لأنني أشعر بأنه حتى تكون قادراً على اختبار مدى قوة آليات تفكيرك النقدي بصورة واقعية فأنت مطالب أن تقبل بأن تكون اعتقاداتك الراسخة على المحت. فلا يوجد أسهل من أن تكون ناقداً لاعتقادات الغير فنحن عندما نتدرب بالبداية على آليات التفكير النقدي فنحن نحسن وبامتياز في إيجاد المغالطات المنطقية والعيوب الإدراكية لدى الآخرين. لكنه من أكثر الأمور صعوبة علينا هي أن ننقذ ضوء بقلب بارد على اعتقاداتنا الشخصية. والآن لنرجع لموضوع الإنكار. الإنكار مشكلته لا تختلف عن المشاكل التي ذكرناها بالسابق مع العلم المزيق بصورة عامة وأبرزها مشكلة رسم الحدود اللي هي ديماركيشن بين الإنكار والتشقق الصحي. فلا يوجد حد فاصل بينها بل خيط ضبابي مثله ومثل الخيط بين العلم والعلم المزيق أي أن هناك استمرارية بين هذين المتبادين متمثل بطيف من الحدود الضبابية. ولكنها وكما هو الحال مع العلم المزيق توجد بحجاجها بعض الميزات التي ممكن أن نتعرف عليها ونصنفها كإنكار أو إنكار متطرف. وكلما تزداد هذه الميزات وتتوضح كلما قربت الحجة إلى طرف الإنكار المتطرف في هذا الطيب أو كلما زاد إنخراط الشخص في العمليات العلمية الشرعية لكي يسند عليه حجته. كلما قرب إلى طرف التشكك الشرعي من هذا الطيب الصحي من هذا الطيب. لكن المشكلة هي أن الكل يعتقد أنهم هم المتشككون الحقيقيون وبأن موقعهم هو وسطي بين الاعتقاد بالشيء أو إنكاره. أي أن لديهم درجة من التشكك الصحي المثالي تجاه الموضوع عنه. وعليه فأي شخص يعتقد بشيء لا أعتقد به شخصياً ممكن أن أعتبره هو مؤمن حقيقي بهذا الشيء. يعني مثلاً يقولون أن الملحدين مثلاً يؤمنون بدارون. وأي شخص يرفض اعتقاد ما أجده شخصياً معقول وحقيقي أعتبره إنسان ناكر لما هو واضح وضوح الشمس. الملحدين مثلاً يقولون ينكرون وجود الله. فمن الطبيعي جداً أن نستخدم أنفسنا كنقطة الفصل أو نقطة الرسوخ أو القياس أو المرجع عند التشكيك بأي شيء. وعليه فالناكرين غالباً ما يرون أنفسهم كمتشككين شرعيين أحياناً لدرجة أنهم يصمون المجتمع العلمي بأكمله بأنه مجتمع إيماني. أي يؤمنون بالمادة أو يؤمنون بالعلم أو أنه مجتمع فاسد بصورة أو بأخرى. وغالباً ما يفضلون تسمية أنفسهم بالمتشككين ويرفضون إطلاق صفة ناكر عليهم. لكن بغض النظر عن دلالات الكلمة في هذا الموضوع المهم هو التركيز على السمات الخاصة التي تميز حجج الناكرين أو تميز الاستراتيجيات التي يتخذها هؤلاء في مقابل السمات الخاصة بالحجج العلمية الشرعية. دعونا نرى ما هي استراتيجيات الإنكار؟ ما هي أنواع العيوب الإدراكية والتصرفات التي يقوم بها من يتبع نظام اعتقادي أو إيماني فتجعله يتصرف كناكر؟ التصرف الأول الأساسي الأول الذي يقوم به الناكر هو تحريك المرمى أو الهدف فالناكرين دائماً يطلبون الأدلة لإدعاء ما أكثر مما هو متوفر لديك وعندما تزودهم بأي دليل جديد يقومون بتحريك المرمى بكل بساطة إلى مستوى أبعد أو مخالف ويطالبونك مرة أخرى بأدلة جديدة. عندك ناكرية نظرية التطور مثلاً فهؤلاء غالباً ما يقولون لك أنه لا توجد حلقات وسطية بين الأنواع في السجل الأحفوري فهذا الإدعاء سائد جداً بين الخلقيين على فكرة وهم لا يشرحون ماذا يقصدون بذلك بل يعطون تعريف ضبابي لهذه الحلقات الانتقالية حتى يستطيعوا أن يحركوا المرمى عن أي أدلة احتمالية. في البداية قد تعتقد أنهم يقصدون الأحافير التي بها سمات وسطية بالشكل من بين نوعين موجودين أو اندثرا مثلاً أو لنسل نوع آتي من جد لنوع آخر أو أي عينة لرأس الشوكة التي انقسم منها النوعين المختلفين في الشجرة التطورية. وهذا طبعاً تساؤل المشروع. لكن عندما تعطيهم أمثلة على ذلك من مثل أمبلوستيدز والذي يعتبر مثال هو هذا الحيوان اللي بين الحوت والحيوان الأرضي اللي كان موجود قبل كجد للحوت والحيوان الأرضي. وهو يعتبر مثال ممتاز لحفورة تشبه الحوت لكن لها رجلين والذي كان حيوان مائي احتفظ بأرجل صغيرة. وهو مثال لعينة وسطية بين النوعين. نوع اندثر لحيوان ثدي كان يعيش على اليابسة ونوع آخر وهو الجد الذي انحدر منه الحوت الحالي. لكنهم لم يقتنعوا وقاموا بتحريك المرمى بتغيير تعريف الحلقات الوسطية. فالآن هم يقولون أن الموضوع أكبر من كونه وسطي بالشكل فهم يطالبون بأدلة مختلفة تبين أن هذا الحيوان هو الجد الفعلي للحوت الحديث. وهذا مرتبط أيضا باستراتيجية أخرى للناكرين تسمى المضالبة غير المعقولة للأدلة. وعليه فكلما أعطيتهم أدلة جديدة يقومون بتحريك المرمى أبعد وأبعد لكي يظلوا خارج نطاق الأدلة المعروضة. فليس من الصعب أن تطلب دليل تعرف أنه لا يمكن الأتيان به. فلا يوجد علم يكون مؤكد بكل التفاصيل الدقيقة به ولا شيء بالعلم أصلا معلوم بنسبة 100%. فهناك دائما الفراغات في نظامنا المعرفي وفراغات في فهمنا الحالي. فحتى النظريات المؤسسة على أرضية صلبة يوجد بها بعض هذه الفجوات. لكن وجود الفراغات في أنظمتنا المعرفية الحالية لا يعني بالضرورة أن تكون النظرية العلمية المعنية أو الإدعاء المعرفي عرضة للمسائلة أو التشكيل. فما نعرفه الآن من العلوم الحديثة التي عليها جمع فأغلبها تحوز على أثيقة. ناكري معلومة أن فيروس HIV والذي يتسبب بالأيدز مثلا يعطونا مثال ممتاز لما يطلبه هؤلاء من أدلة أعجازية. فهم دائما يقولون أعطنا دراسة واحدة أو ورقة واحدة فقط تثبت بأن الـ HIV يتسبب بالأيدز أو مرض الخلل في الجهاز المناعي. وهذا الطلب لا يمكن تحقيقه لأن دور الـ HIV في التسبب بالمرض هو دور معقد علميا ولا يمكن إثباته بدليل واحد أو بحث واحد. ولذلك فلا يمكن أن تشير إلى ورقة واحدة بعينها لكي تثبت بأن الـ HIV يسبب الأيدز. لكن يوجد مجموعة كبيرة من الأبحاث كل واحد منها تغطي جزء من الصورة الكبيرة التي تتركب مثل لغز الجيكسو. وإن أخذتها بالجملة فهي ترسم صورة مدهشة بكيفية عمل الـ HIV وتسببه بالأيدز. ونظرية التطور أيضاً مثالاً مشابه لذلك. عندما يقول لك ناكري التطور أرنا أحفورة واحدة تثبت بأن التطور حدث بالفعل. فبالتأكيد لا توجد أحفورة واحدة بذاتها تستطيع أن تثبت ذلك. فالتطور هو نمط من الأحداث المتتالية ونمط من الأدلة المتراكمة التي يجب أن تراها عبر أزمان مختلفة. فأنت تحتاج للكثير جداً من الأدلة والأحافير تصفها بجانب بعضها لترسم الصورة الكبرى لكيفية حدوث التطور. ناكري دور الـ HIV في التسبب بمرض الأيدز يدعونا أيضاً بأن هذه النظرية لا ينطبق عليها كل معايير كوتش والتي تستخدم لإثبات أن العامل المعدي الفلاني يتسبب بمرضاً معين أو متلازمة خاصة. يعني هي نوع من الستاندردز اللي يستخدمونها لمعرفة ذلك. هذه المعايير اللي هي كوتش تم تطويرها في القرن التاسع عشر وهي سلسلة من التجارب النموذجية لمعرفة ما إذا كانت البكتيريا مثلاً تسبب مرضاً معين. وهذا الإدعاء من قبل منكري HIV هو صحيح ففيروس HIV لا ينطبق عليه كل معايير كوتش لكن معايير كوتش تم وضعها لدراسة لدراسة الأمراض البكتيرية ولا ينطبق عليها الأمراض الفيروسية وعليه فمطالبة أن تكون الأدلة تبين بأن الفيروس ينطبق عليه معايير كوتش هو مطلب غير معقول أساساً كدليل لأنه دليل لا نتوقع تحقيقه وغير ملائم أساساً كمعيار. وعليه فوجود فراغات معرفية الإدعاءات العلبية أو عدم وجودها ليست هي الطريقة السليمة في تمييز علم شرعي أو علم مؤسس على أرضية صلبة عن العلوم المتزعزعة أو النظريات الخاطئة أو العلم المزيد. الطريقة الأفضل هي أن تسأل كيف تغيرت هذه النظرية على المدى الزمني؟ فالنظرية هي شيء حي ومتحرك إنها الطريقة التي نفسر بها الأدلة والتي نتنبأ بواسطتها عن أدلة جديدة ومشاهدات مستقبلية جديدة. فإن كانت النظرية ناجحة فما نتوقعه عندما ننظر إليها وإلى الأدلة مرة والأخرى بمرور الزمن هو أن تنكمش هذه الفراغات المعرفية أو أن تمتلأ بمعلومات جديدة وأن تتعمق معارفنا بصورة أكبر عنها. وهذه الطريقة أفضل لفهم ما إذا كانت النظرية العلمية ناجحة وشرعية أم لا. نجاح هذه النظرية بأن تقوم بالتنبؤات المستقبلية يقودنا إلى مسائل أعمق وأكثر وهذه المسائل تتركب مع بعضها ومع خط آخر من الأدلة وهذا ينبعنا إن كانت النظرية العلمية صحيحة أم لا أو ما إذا كان بوسعها أن تعطينا التفاصيل للمستويات الدقيقة أم لا. دعونا الآن ننظر إلى فكرة الإنكار من جهة أخرى. هنا سنقوم بعمل مقارنة بين العلم الصحيح والذي في هذه الحالة هو نظرية التطور وبين الأبحاث العلمية في الساي أو القوى الخارقة التي تطرقنا إليها في المحاضرات السابقة عندما تحدثنا عن العلوم المزيئة فعلى مدار الساي أذكركم هو منها التخاطب من بعد كس أو تحريك الأشياء من بعد معرفة ماذا سيحصل مثلا في تنجان كل هذه تعتبر من القوى الخارقة التي الإنسان يعتقد أنه يمتلكها أو بعض الناس يعتقدون أنهم يمتلكها هذا هو علم الساي أو العلم المزيئة. فعلى مدار مدة زمنية أكثر من 150 سنة أحرزت نظرية التطور نجاحا باهرا فهي لها قوة تفسيرية مذهلة فيما يخص البيولوجيا التطورية وعلم الجينات وعلم الأحافير وهي تفسر لماذا نرى الأنماط التي نشاهدها في الجينات وفي الواقع علم الجينات يعطينا دعم قوي مستقل لتثبيت فكرة السلف المشترك أي تدعم فكرة أن كل الأحياء لهم صلاة مع بعض وهذا يجعلنا نفهم علم الجينات بذاته من خلال فهم نظرية التطور وإضافة إلى ذلك ففهمنا للأنماط والميكانيكية التطورية صار أعمق مع مرور الزمن وهذا اندل على شيء فهو يدل بأن نظرية التطور ليست نظرية جامدة بل هي نظرية حية فكلما تعلمنا منها أكثر كلما أصبحت النظرية أكثر تشاعبا وأكثر دقة وأكثر ثبات مع احتفاظها بقوة تفسيرية أعظم ونظرة شمولية أعمى واليوم هي بلا شك من أكثر النظريات نجاحا لكونها هي بذاتها تطورت أبحاث علم الساي من الناحية الأخرى أي البحث في القوى الحسية الخارقة ESP ورؤية المستقبل وترك القدرات لقراءة الطالع والقراءة من بعد وقراءة الأفكار والحسة السادسة وأي قراءات غيبية لم يكن لها نفس التاريخ الناجح للتطور على مدى المئات من السنين فهذه البحوث ظلت تدور حول نفسها دون أن تتقدم قيد أملة فلازلنا مثلاً بانتظار إعادة تجربة واحدة على الأقل للحصول على نفس النتيجة للتجربة التي سبقتها لكي نتأكد على الأقل من وجود الساي أصلاً ناهيك أن تقدمه عن هذه النقطة ليبين كيف ممكن للساي أن يعمل والإدعاء ليس به القوة التنبؤية أو التفسيرية ولا يدعمه أو هو يدعم أي مجالات أخرى من العلوم فلم نكتشف مثلاً بأن لها صلة بعلم الأعصاب حتى نقتنع بأن ظاهرة الساي معقولة الحدوث أو أن تفسر لنا كيف ممكن أن تعمل ولا حتى فكرة الساي ساعدتنا كي نفهم أو أن نتنبأ بما يمكننا أن نجد في علم الأعصاب وهنا يقول نوفيلا بأن البعض قد يقول بأنه هو أي نوفيلا ناكر للساي فهو لا يفترق عن الناكرين الآخرين لكن الخيط الفاصل بين الإنكار التشككي والإنكار المفرط يظهر جلياً عند المقارنة بين نظرية التطور وبين علم أبحاث الساي فعندها فقط ستتضح لديك وبصورة كبيرة الفرق بين إنكار علم صحيح تقدمي ناجح وإنكار علم مزيف محكور في قوقعة لا يستطيع أن يخرج منها ناهيك عن كونه غير تقدمي حتى على مر مئات السنين البحثية ورجوعاً لنقطة استراتيجية التنقيب في الفراغات في منظومتنا المعرفية بدلاً من إعطاء الاعتبار لمدى كون النظرية مفيدة وتنبؤية فالناكرين غالباً ما يشيرون بأصابع الاتهام إلى الاختلافات في الرأي العلمي في داخل مجال ما أو نظرية ما وعادة ما تكون هذه الاختلافات ليس على النظرية نفسها بل على التفاصيل الصغيرة بها فيبدون وكأنهم يشككون في النتائج الرئيسية المعتمدة والمجمعة لهذه النظرية فبالتأكيد هناك دائماً اختلافات في الآراء في نظرية حيوية ناشطة لكن ذلك لا يعني أن الأساس العلمي الذي بنيت عليه النظرية غير صلب بالواقع إن دل هذا على شيء فهو يدل على متانة النظرية عندما يكون بها قدر كبير من المناظرات واختلافات بالرأي وليس على ضعفها فعلى سبيل المثال اختلف مدونوء التاريخ على العدد الدقيق لليهود الذين تم إبادتهم في معسكرات الاعتقال والناكرون دائماً ما يستغلون هذه الاختلافات بالرأي فيقولوا أنه قد يكون الرقم هو صفر أي لا يوجد من قتل في هذه المعسكرات وأن اختلاف الرأي على العدد هو إثبات بأن هذا الادعاء ما هو إلا كذبة وإلى آخره من هذه الادعاءات ومثال آخر يتجلى مع ناكري نظرية التطور الذين يلقون الضوء على اختلاف الآراء بين العلماء في البيولوجيا التطورية اختلافات من مثل عن أي نوع مثلاً له علاقة مباشرة مع أي نوع آخر وهكذا أو قد يكون الاختلاف في مدى سرعة في التطور أو كيف تعمل الميكانيكيات التطورية المختلفة وغيرها ثم يستغلون هذه الاختلافات ويصيغوها بتفاصيل تبدو وكأنها تشكك في مصداقية نظرية التطور بأكملها أو تشكك في كون التطور حدث فعلاً وبكوننا جميعاً لنا صلاة وأصول مشتركة وهناك استراتيجية أخرى سائدة كثيراً بين الناكرين ألا وهي إلغاء سلاسل كاملة من الأدلة العلمية والنظريات المعتمدة بالإجماع فعلى سبيل المثال كثيراً ما يرتكب الناكرين المغالطة المنطقية في خلط المقصود بين الارتباط والسببية وهم يسيئون استخدام هذه المغالطة والتي ذكرناها في المحاضرات السابقة وتتلخص في أن فرضية أنه إذا كان يوجد ارتباط بين شيئين فواحد منها سبب لحدوث الثاني هي فرضية خاطئة فالترابط لا يعني السببية أي لو كان هناك ترابط بين ألف وباء فأنت لا تستطيع أن تفترض بأن ألف سببت بحدوث باء فقد يكون باء هو المتسبب في ألف أو قد يكون هناك شيء آخر أمر ثالث مثل جيم مثلاً مسبباً لكليهما وهذا ما يردده الكثيرين من ناكري النظريات العلمية وهذا صحيح وذلك لأن افتراض السببية لوجود الارتباط هو بالواقع مغالطة منطقية لكن هذا لا يعني بأننا نستطيع أن نلغي كل الأدلة التي يوجد بينها ترابط فالترابط سيظل دليل فنحن بإمكاننا على سبيل المثال أن نجمع أنواع مختلفة من الارتباطات والعلاقات لكي نستخدمها كدلالات لها احتمالية كبيرة جداً لحدوث العلاقات السببية بينها وإلا في كل مجالات الإبستومولوجي بعلم الأوبئة أو بعلم كيفية حدوث الإصابة بمرض ما والكيفية التي تحصل بها الأمراض في العالم وبين الجماعات كل هذه الفلسفة العلمية سيكون مصيرها إما أن تلغى أو أن تصبح بدون فائدة إذا كان الترابط ليس له فائدة علمية كدليل مثال على ذلك ما قدمناه في أحد المحاضرات السابقة عن مصانع التبق التي قامت ولسنوات بإنكار الأدلة العلمية التي تثبت بأن التثقين عامل مهم في الإصابة بنوع معين من مرض سرطان الرئى وأمراض أخرى وكانت حجة إلغاءهم ورفضهم لهذه الأدلة هي كون البيانات المأخوذة من التجارب العملية تبين فقط أن هناك ارتباط لكن الارتباط لا يعني السببية أو لا يعني أن أحدها سبب في حصول الآخر ويرددون بأن من يقول عكس ذلك هو يرتكم مغالطة منطقية أي أنهم أقروا بوجود ارتباط بين التثقين وصرطان الرئى لكنهم أنكروا بأن يكون التثقين هو ما سبب سرطان الرئى وبذلك يكونوا قد ألغوا كل ترابطات بين مجموعة من أدلة شرعية وبعضهم حتى قال بأن السرطان قد يكون هو المسبب للتثقين وليس العبس وقد يبدو ذلك لك وكأنه إدعاء سخيف اليوم لكنهم بالواقع حاولوا هذا التكتيك بالماضي فقالوا بأن السرطان يسبب القلل والتدخين يريح الأحصاب ولهذا فمن لديه سرطان حتى قبل أن يتم تشخيص مرضى سيلجأ للتدخين أو قد يكون السبب هو عامل أكس مثلا وهذا الشيء الغامض الذي افترضوه قد يكون هو السبب في التدخين وفي السرطان معاً وهذا يفسر بالنسبة لهم الارتباط بين الأثنين أي أنهم استغلوا المغالطة وأساءوا استخدامها حتى يحافظوا على بيع منتجاتهم لكن بالطبع في الأدلة العلمية بأن التدخين سبب السرطان ليست بهذه الهشاشة بل لها أساساً علمياً متين فما قاموا بتجاهله عمداً هو أي افتراض في كون الشيء سبب لآخر لابد أن يقوم بعمل تنبؤات مستقبلية أخرى وهذه التنبؤات ممكن أن تقاس وتختبر فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن التدخين يسبب السرطان بإحصائياً سيتم تشخيص المدخنين بمرض السرطان بعد أن يدخنوا بفترة ونسبة ازدياد المخاطرة بالإصابة ستزداد لديهم مع ازدياد فترة التدخين وكذلك ستزيد مع السجائر التي لا يوجد بها فلاتر بالمقارنة مع تلك التي يوجد بها فلاتر وعلى وعلى ذلك فالتوقف عن التدخين عفواً سيقلل من مخاطرة الإصابة بالسرطان بمرور الوقت كل تلك التنبؤات جاءت مع افتراض أن الترابط بين التدخين والسرطان هو لحقيقة كون أن التدخين يسبب أنواع معينة من السرطان وكل التنبؤات بعد اختبارها تبين أنها حقيقية وصحيحة وبمعنى آخر الترابطات الترابطات الكثيرة أو العلاقات الكثيرة ممكن أن نستخدمها لنحاصر ذاك السبب المعين في العلاقة التي تحدث في الترابطات التي نشاهدها ولا يمكن أن نقوم بإلغاء هذه الترابطات لمجموعة كاملة من الأدلة العلمية لكن هذا بالضبط ما فعلته الشركات المصنعة للتبغ عندما قامت بعمل حملة مقصودة كي تزرع الشك والتخبط في تصديق الأدلة العلمية التي تربط التدخين بسرطان الرئى مسيئين استخدام مغالطة أن الترابط لا يعني السببية ناكري التطور أيضاً يستخدمون استراتيجية مشابهة لهذه الاستراتيجية كي ينكروا اعتبار أي علم تاريخي بأنه علم حقيقي فهم يجادلونك بقولهم لم يكن أحد موجوداً ليشهد بداية تطور الحياة وعليه فلا يمكننا أن نعلم بصورة علمية ماذا حدث بالضبط أو يقولون بما أننا لا نستطيع أن نعيد تجربة التطور في المختبر أو كما يقولون لا تستطيعون خلق ضبابة وعليه فالتطور علمياً هو علم مزيد وهذا يعني أنهم ينكرون كل العلوم التاريخية مثل علم الجيولوجيا وعلم الفيزياء الكونية وعلم التحاليل الجنائية وأي نوع من العلوم التاريخية والتاريخ عدم قدرتنا على إعادة إنتاج نجم في المختبر لا يعني أننا لا نستطيع أن نتحرى علمياً وأن نقسب المعارف بعلم الفيزياء الكونية والفيزياء الخاصة بالنجوم ما يعطي للعلم الشرعية هو قدرتنا في اختبار الفرضيات فالمنهج العلمي يبدأ بفرضيات يمكن اختبارها واختبار ما يترتب عليها من تنبؤات تكون قابلة للتخطيء نظرياً كان أو علمياً وهذه التنبؤات ليس من الضرورة بمكان أن تكون في مختبر التجارب بل ممكن تكون موجودة عند البحث بين الأحافير في الأرض وقد تكون موجودة في أطياف الضوء الذي نشاهده عندما ننظر بالتلسكوبات إلى النجوم المختلفة الأحجام على سبيل المثال فالأدلة ممكن أن تكون على صورة مشاهدات فنحن ممكن أن نشاهد ونرصد الطبيعة حولنا وهذه المشاهدات بدورها تختبر الفرضيات التي وضعناها فعلى سبيل المثال تتنبأ نظرية التطور عن ما قد نراه عندما نقارن التسلسل الجيني للبروتينات المختلفة بين الأنواع وبهذه الطريقة نستطيع أن نستقرع علمياً ماذا حدث بالماضي لهذه الأنواع حتى لو لم يكن بمقدورنا أن نرجع بالزمن لنشاهد العملية بأنفسنا فإن كانت الأحصنة والبشر مثلاً يتشاركون بجد واحد فهذا يعني أن جيناتنا ستكون متشابهة لحد ما مع جينات الأحصنة وبما أن البشر والأحصنة من فصيلة التاجيات فنحن لابد أيضاً أن نشترك مع الجد الأقدم في السلم التطوري والجد الذي يجمعنا جميعاً سيكون شبيهاً بالزواحر لكن ليس كتشابهنا نحن والحصن مثلاً مع بعض كل هذه التنبؤات ممكن أن نختبرها ونسأل هذه الأسئلة مراراً وتكراناً لكل بروتين مختلف بالجسم وعندما نراها جميعاً تتبع نموذجية ثابتة للتسلسل التطوري بالسلالات والتاريخ التطوري كما حصل بالواقع فذلك يزيدنا ثقة بالنظرية وما وجدنا على مدى سنوات كبيرة من البحث هو أن القوة التنبؤية للتطور في هذه الحالة لا يصفه أي شيء أقل من كونه أمر مذهل بالفعل هناك استراتيجية أخرى للناكرين وهي أنهم يستخدمون الحقائق في غير سياقها وهذا يعطيهم القدرة في تجنيد الحقائق وسوء استخدامها لتجعلها تبدو وكأنها تؤكد بأن مساءلاتهم أو شكوكهم في إدعاء معين أو نظرية علمية هي مساءلات شرعية في حين أنهم قاموا باستغلال كل حقيقة أو معلومة بالقصة ليطرحوها خارج سياقها وليس من الصعب عمل ذلك فإن بحثت بصورة كافية في بيانات القصة فأنت دائما تستطيع أن تأخذ بعض الحقائق وتطرحها خارج سياقها وستبدو الأدلة التي استخدمتها بإثبات حقيقة القصة التي أنت اخترعتها هي أمور غير مرابطة وبها غموض فتلقي بضلال الشك والإرباك عليها أو على النظرية العلمية أو الإدعاء برمته وإن قمت بتكديس ما يكفي من هذه الحقائق التي أخذتها خارج سياقها الطبيعي فهذا بالتأكيد سيعطي قضيتك الدعم الكبير وتبدو وكأنها حجة قوية ضد هذه النظر مثال على ذلك نجده مع ناكري محرقة اليهود بالحرب العالمية الثانية فهؤلاء يقولون بأن زيكلون بي والذي هو نوع من غاز السايونايد تم استخدامه في أزويتش بولندا ومعسكرات أخرى كان للقضاء على القمل المنتشر بين الأسرة أو بين اليهود وليس لقتل البشر وعليه فالأدلة المقدمة على زيكلون بي في تلك المعسكرات لا تدل بأنها استخدمت للأبادة البشرية والتأكيد على هذا الإنكار فهم يقولون بأن القاعات التي استخدمت للقضاء على القمل كان بها مخلفات من السايونايد أكثر بكثير من الغرف التي زعم أنها استخدمت لتسليم تسميم البشر بالغاز وأن بعض آتار حطام غرف الغاز المزعومة لا يوجد بها مخلفات هذا الغاز بتاثل وعندما نجمع كل هذه الحقائق والأدلة فالنتيجة ستبدون مذهلة وشرعية للشك في مسألة الإدعاء بأن زيكلون بي أو زايكلون بي تم بالفعل استخدامه في غرف الغاز للإبادة البشرية في أزويتش وأماكن أخرى فكل هذه الإدعاءات هي بالواقع حقيقية ولا يمكن إنكارها أي كل معلومة ذكرت لا يشك بكونها صحيحة لكن المشكلة فيها أنه تم انتقاؤها كما ينتقى الكرز أو كما تم طرحها خارج سياقها أولا زيكلون بي تم بالفعل استخدامه في القضاء على القمل في هذه الماسكرات لكن ذلك لا يعني أنه لم يتم استخدامه كذلك في قتل المساجين ثانيا البشر لديه حساسية لمادة الساينايد أكبر بكثير من حساسية القمل فأنت تحتاج لكمية تعادل مئة مرة من الساينايد لقتل القمل مما تحتاجه لقتل البشر ولذا فنحن سنتوقع أن يكون في غرف القضاء على القمل كميات أكبر بكثير من مخلفات الساينايد مما هو عليه في الغرف التي كان يقتل بها البشر ثالثا مخلفات الساينايد التي تم غسلها من على الحيطان في غرف هذه الماسكرات أي غرف القضاء على القمل كانت تتعرض لهذا العنصر لمدة سنين أما الحيطان التي كانت أقل تعرضا لها فهي تحتوي على مخلفات الساينايد بكميات ملائمة تماما للكميات المستخدمة في غرف الغاز رابعا كل ما سبق لا يتطبرق حتى لسلسلة أدلة أخرى التي وجدت لزايكلون بي في غرف الغاز ولا للأدلة الموثقة وشهادات البشر على سبيل المثال وهذا مثال جيد لمن يجمع الأدلة الصغيرة المتفرقة هنا وهناك ليبني لك أي صورة ترغبها بدلا من البحث العميق والتدقيق ووضع كل حقيقة في سياقها المناسب للحصول على الصورة الأكثر اتساقا والأكثر قابلية للثقة بها لكن بالنهاية هدف الناكر هو زرع الشكي والأرباك وهذا يتم عند التنقيب عن ما يبدو غير متناسق بالأحداث والتنقيب في الفراغات في منظمتنا المعرفية الحالية لخلق الشرعية بالحوار ناسين أن كون الحوار شرعي لا يعني أنه يمكن تمريره لإثبات علم مزيف أو غير شرعي ولا تقذ حملات الشك والأرباك عند هذا الحد بل أيضا تستغل اللخبطة في العلوم وتستغل وجود البيانات المتناقضة والبدايات الخاطئة والحقول العمية فمن السهل جدا أن تشير لهذه اللخبطة لكي تلقي النظرة شريرة على علوم شرعية لتجعلها تبدو وكأنها موضع شك العلماء يخطؤون طول الوقت وأحيانا يسعون بتجاربهم وأبحاثهم إلى طرق مغلقة عندك مثلا مثال نظرية string theory والبعض منهم يستخدم الحوارات السيئة والأدلة الأسوأ وأحيانا يقومون حتى بالتدليس لكن ذلك لا يعني بأن المشروع العلمي بأكمله أو حتى ادعاء علمي معين هو خاطئ فبالنهاية أنت مطالب بالنظر في الأدلة الموضوعية وإلا فمن السهولة بمكان أن تضع أي ادعاء علمي موضع شك إن كان هذا هو هدفك لكن إن كان هدفك هو الشك الصحي فالأمر مختلف تماما فالشك الصحي سيجعلك تختبر كل الأدلة بصورة عادلة لتضعها في المنظور المناسب فالتبكير النقدي يقر بأن كل العلوم غير كاملة وأن العلماء ليسوا مثالين ولا أنبياء لكن مع كل عيوبة فنحن ممكن أن نصل إلى استنتاجات يمكننا الاعتماد عليها مع وجود الأدلة العلمية الكافية الناكرين أيضا يجمعون كل شكوكم في مغالطة الثنائية الخاطئة false dichotomy ولقد ذكرنا هنا في الحلقة الماضية عندما تطرقنا بالخصوص إلى نظرية المؤامرة الكبرى فإن كان التفسير العام للشيء ليس صحيحا فالإدعاء البديل لابد أن يكون هو الصحيح يعني إما هذا أو ذلك وهذا غالبا ما يكون الدافع خلف إنكار العلم فالناكرين غالبا ما يكون لديهم البديل الذي هم بالفعل يسعون للتسويق له وهذا ليس إلا واحد من مجموعة من الأخطاء المنطقية أهمها الالتماس بالجهل والآخر المغالطة التنائية أمين المغالطة التنائية فهم بالواقع نادرا ما يعطون أدلة إيجابية لدعم الإدعاء البديل فإن كانوا باستطاعتهم تقديم هذه الأدلة فهم بالتأكيد سيفعلون لكن بما أنهم لا يملكون الأدلة لدعم إدعاءهم البديل فهم سيجيشون أنفسهم للهجوم على العلم المتفق عليه بالإجماع ولا يتوانون عن الإدعاء بأن هناك مؤامرة تحاق ضدهم عندما يفشلون في إغناع الآخرين بحجتهم وهنا تأتي العلاقة بين معتقدي بالمؤامرة الكبرى والناكرين فعندما لا تدعم الأدلة موقف الناكرين فهم سيقومون بكل بساطة بالإدعاء بأن الإدعاء العلمي بأكمله عبارة عن تدليس وجزء من مؤامرة كبرى غالباً من قبل من يعارضونهم أيديولوجياً وهذا يسمح لهم بإلغاء كل الأدلة التي تزعجهم وكل الأوراق العلمية المنشورة التي تثبت العلم الذي هم لا يريدون الاعتراف به وبالنهاية فالإنكار هو شكل آخر من أشكال التفكير العلمي المزيق فالناكرون يكسرون كل مبادئ تفكير النقدي والمنطق والنهج العلمي السليم بسبب اعتقادات سابقة وعندما ندرس تكتيكات الناكرين واستراتيجيتهم فذلك لكي ننتبه للنوع الأكثر خمتاً لأنه يحصل يومياً باللاوعي في دماغ كل شخص مننا فنحن بصورة عامة نقاوم تغيير معتقداتنا والدراسات السيكولوجية تبين بأننا نجند الكثير من الطاقة الإدراكية لكي نقوم بصيانة ما نعتقد بالسابق أو ما نريد أن نعتقد والقليل من الانكار الذي يحصل باللاوعي ويكون سببه دوافع داخلية سينقذنا من الكثير من التنافر المعرفي الذي يحدث نتيجة لذلك لكننا مع كل هذا القصور نستطيع تجنب كل ذلك إن انخرطنا وبقصد وتعلمنا آليات التفكير النقل هذا كان الفصل اليوم الفصل الجاي سيكون عن التسويق والاحتيال وقصص أو الأساطير الشعبية وهذا ستقدمه هذا طبعاً بل حكم أنت ما تعرف شكراً للمشاهدة